وفي الشأن الأوكراني قالت وزارة الدفاع في كييف اليوم أن قوات روسية مدعومة بالدبابات والمدفعية تجري عمليات اقتحام لمصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبل وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع أليكسندر موتوزيانيك إلى أن قاذفات صواريخ روسية قد تشن هجمات في المستقبل على المصنع من جانبها نفت روسيا تأكيدات المسؤولين الأوكرانيين عن محاولتهم اقتحام المصنع على بحر أزوف حيث كان مدنيون يحتمون هناك أيضا